أمر محير غياب الممولين قام يصر الوفاق هذا العام لا يحمل اسم أي ممولين أمر غريب بالنسبة لفريقين من هذا الحجم قبل أنت حثث النقطة أنت حثثنا عن الناس والشركات اللي يرام يسالوا فيه ناس خدموا عندهم قبل حتى حسن حمار كيت سمع سرارة ويسال ثمن ملاير يسمى لي يخدم في سطيف شحال تشد فريق تتلس سنين ولا أربع سنين تاكل وتوكل لك مع احتياراتنا للرئيس هذي سارية في كل الفرق يأتي بالدراهم يسلف دراهم على ناسوا أحد أخرين وبعد يقول ماس لسلف الفرق انت في المدة هذه وش مديت الفارق حتى inequality تسالوا وش مديت الفارق حتى inequality تسالوا وش تديت منه كي الناس بدت من الفارق دارت المعارف تاحها وكي الناس قضاء وشغلت باسم الفارق هذا ودار له الفارق هذا هذا كي يحوس على دراهم والفارق هذا دار له أسم جاء من العدم أصبح أسمه مربط باسم فاقستيف ضرق يعمل عام عامين يقول لي هو يسال وفاقسطيف بالملاير ما يسال شمال ياروزوج ولا يسال بالملاير ولا حتى يجمد حساب الفريق ويعطل مشروع اللي ممكن راح يمشي به ويأطرع الفريق ليقدر العواقب بتاعه تكون مع نهاية الموسم ويسقط يعني الناس كامل ولا تجي تخدم في الفريق هذا يعني فريق وفاقسطيف ومن بعدها تقول لي تسال هالفريق هذا ما يساله مش الناس هذا نا يساله تحتو على الأموال قبل العشر سنوات أنا عندي قامص مخبه في البيت قامص وفاقسطيف معمر كله ممولين حتى ما كاش وين تشوف هذا الموسم ممول ما كاش في فريق كبير عالمي مثل وفاقسطيف هل الممولين اللي في سطيف راح تلهم الثقة في الناس هذو ما اللي عملوا من قبل في فريق وفاقسطيف وهما اللي كانوا جابوا الممولين هذو في وقت سابق هما اللي رجعوا فريق وفاقسطيف للساحة التاعه تحتو عن حاكيم سرر هو مع الجماعة اللي كانوا وقت فاته الفين وستة و الفين وسبعة اللي عودوا جدوا الفريق ومشوا به في كاس العرب وبعدها في المنافسة الإفريقية هما اللي جابوا الممولين في ذاك الوقت وكان فريق وفاقسطيف مرتاح من ناحية المالية اليوم هل الثقة ما كاش بين رجال أعمال في سطيف مع هذو المسيرين نا أمشي آخر نعم نعم نعم